50 ألف شجرة خروب زرعت هنا في ضواحي مدينة الخميسات وسط المغرب عبد الجواد العلم العروسي أبو الخروب كما يسميه سكان المنطقة زرع قبل عشر سنوات هذه الأرض التي كانت جردا ويعين اليوم حصاد الخروب الذي يتحمل الحرارة وقلة الأمطار في الدول العربية تنصحهم يزرع الخروب تتول الدبع اللي عندنا في عمارة عشر سنين كانت تود مئة كيلو كانت تود عشرين تل مئة كيلو ومن اللي ستكبر إن شاء الله سنين خمسين عام مئة عام ستعطي طون يعد الخروب من الأشجار التي تعمر لقرون قبيل الحصاد يبدأ لون ثمارها الأخضر بالتحول تدريجيا إلى البني الإقبال المتنامي على زراعة هذا النوع من الشجر زاد من الاهتمام بالشتائل هنا وبعد عام على غرس البذرة تطعم لتكون مستقبلا شجرة مثمرة والحمد لله ركني الناس اللي راهم الدو هو العام هدواعي طولينا اللي را فرحونا بزاف قال لك هذه المنتج لدينا أربع سنين هذي كله إن شاء الله رأعطا ويسعى المغرب وهو من كبار مصدر الخروب عالميا إلى توسيع المساحات المزروعة لتصل بنهاية العقد الجاري إلى مئة ألف هكتار أحد العوامل المشجعة على زراعة الخروب ثمنه الذي انتقل من نحو دولار واحد قبل عشر سنوات إلى ثمانية دولارات حاليا في السوق المحلية نتيجة تنوع استعمالاته في مجالات وصناعات مختلفة دار الخروب إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في معالجته يمر في مراحل متعددة ويعد عظم الثمار الأغلى سعرا والأكثر قيمة بالنسبة للعظم نخدمه به القهوة ولكن بزافة استعمالات تخدمه به مثلا كيتخدمه به الفلوس كيتخدمه به مواد تجميل كيتخدمه به بزاف ديال الحواج لفوائده المتعددة تتوسع مجالات استخدام الخروب بدءا من صناعة الأدوية ومواد التجميل مرورا بالصناعة الغذائية وانتهاءا بالاستعمالات الفرضية وبالإضافة للاستهلاك الداخلي يصدر جزء من المحصول إلى الخارج المختار العبلاوية الجزيرة ضواحي مدينة الخميسات وسط المغرب